بسم الله الرحمن الرحيم طلب الأعزاء في مقرر Machine Elements Design 1 نستكمل معا شابت العاشرة اللي بيتكلم عن الشافتس ازاي بحسب قيمة التورك اللي احنا تكلمنا عليه قبل كده في حساب عمدي العلاقة دي البور بيساوي التورك في الأوميجا او اللي هي السرعة الزاوية البور طبعا بالواط والتورك بالنيوتين في متر والأوميجا اللي هي بالردين لو عوضت هنا بقيمة 2xn على 60 2xn على 60 مكان الأوميجا أوميجا طبعا بتساوي 2xn على 60 طبعا 2xn على 60 ده مقدار ثابت يبقى عندي البور بيساوي كانو بيساوي التورك في 3xn النقطة اللي عايز اقف عندها هنا هي ان القدرة بتتناسب طرديا مع حاصل ضرب التورك في السرعة الن هنا طبعا اللي هي الروتيشنال سبيد الروتيشنال سبيد بالر بي ام او بالرفوليوشن بير منت يبقى فيه هنا البور قيمتها بتبقى ثابتة يعني مثلا في السيارة هنقول ان السيارة قيمتها البور بتاعتها وليكن 110 كيلو واط مثلا على سبيل المثال بيساوي التورك في الان طالما القيمة دي ثابتة يبقى البور هيساوي التورك في الان لو افترضنا ان القيمة دي ثابتة اذا التورك لو زاد على طول هيحصل انخفاض في السرعة الدورة والعكس صحيح يعني لو حصل ان التورك انخفض يبقى الان هيزيد وده انا بلاحظه اثناء قيادة السيارة في البداية خالص انا ببقى محتاج عزم عشان يحرك السيارة من حالة السكون واحتياجي للسرعة قليل فبالتالي بيبقى عندي التورك عالي ومعاه السرعة منخفضة بعد ما تتحرك السيارة ببتدي يحصل النقل في السرعات او او بيحصل ان انا بزود على السرعة التالية ببتدي السرعة تزيد وبالتالي بينخفض معها التورك تدريجيا الى ان اصل الى السرعة المناسبة للسيارة طيب يبقى هنا من ده بحسب قيمة التورك التورك هنا هيساوي بعد ما عود طبعا بالقيمة بتاعة الامجا يبقى التورك بيساوي ستين في الباور على تنين باي ان وهنلاحظ هنا ان الباور بالواط يعني لو افترضنا مثلا ان اعطاني الباور بتساوي عشرة كيلو واط يبقى يلزم ان انا اضربها في عشرة اس تلاتة عشان احاولها الى عشرة في عشرة اس تلاتة واط ممكن ان انا احسب التورك ايضا في الباورات والسيور بالشكل اللي احنا شايفينه ده ده طبعا الباورة هنا وعليها السير والسير بيحصل عليه شد واحد وشد اتنين الفرق ما بين الاثنين دول تي واحد ناقص تي اتنين ده اللي بيديني الفورس احنا بنفترض دايما ان تي واحد هي الاكبر من تي اتنين ده بيديني الفورس اللي بتحرك الباورة بالشكل ده ولو ضربتها طبعا في نصف القطر هنا نصف قطر البولي ريديس اف دي بولي يطلع عندي قيمة التورك بالطبع لازم اخد في الاعتبار اليونتس بتاعتي تي واحد و تي اتنين بالنيوتن والار هنا بالمتر هيطلع عندي نيوتن في متر او لو اخدت ملي متر اليونتس هنا بتاعت الار هيطلع عندي نيوتن في ملي متر النوع التاني اللي بعد كده من الاجهادات اللي هو يعني فقط اجهاد انحناء طبعا اجهاد الانحناء بقيم القيمة بتاعته سجما بندن بتساوي المومنت ام في واي على اي زي ما شرحناها قبل كده والاي هنا بتختلف قيمتها على حسب الكروس سكشن الاريا للعمود اذا كان العمود قطر مصمت بيرمز لي بالرمز دي يبقى في الحالة دية الاي بتاعته باي على اربعة وستين دي اصربعة ولو العمود مفرغ من الداخل يبقى بالتالي باي على اربعة وستين دي اوتر اصربعة ناقص دي انر اصربعة لو عوضت بالقيمة بتاعتي في كلا الحالتين باي على اربعة دي اصرب باي على اربعة دي اللي هو بالاي باي على اربعة وستين دي اصربعة او بالعمود المفرغ في الحالة ديت هيطلع عندي بساوي اتنين وتلاتين اما على باي دي تكعيب وفي حالة الهولو شافت هي هيها بالضبط بس بستبدل الدي دهيت بدي اوتر وتفضل تكعيب زي ما هي وبدرب في القوس اللي هو واحد ناقص كي اصربعة حيث كي اللي هي بتمثل النسبة بين القطر الداخلي الى القطر الخارجي نكتفي بهذا القدر ونستكمل في الدرس القادم ان شاء الله اشتركوا في القناة